استجابت يومها مستجمعية الوطنية وذير المالية والميذانية جورش كريستيان وذير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر حيث قدمت أثئلة تفاوية للوذيرين تتعلقوا بقطع البنوك لرواتب الموظفين بعد القرارات التغشفية التي اتغذتها للحكومة بينما لوذير الأمن كانت مسألة عمل الأطفال القصر والقصرين محمود حسن سموه إن تأخير دفع رواتب موظفي الدولة الذي تزامن مع بداية الأزمة المالية والاقتصادية للبلاد قد أدخل الموظفين الذين اقترضوا قروضا مالية من بعض البنوك المحلية في عوضاء معيشية صعبة بحيث قامت البنوك باستيقطاع مبالغ مجحفة لشهري أكتوبر ونوفمبر من مرتب سبتمبر الذي دفع إليهم في نهاية نوفمبر لذلك فقد استجوبت الجمعية الوطنية وزير المالية والميزانية كريستيان جورش ديجنبي للرد على سؤال شفاهين مع نقاش طره إليه من النائب ماتوينجه بيلينجر كما جاء في السؤال أيضا بأن بعض الموظفين الذين أخذوا مقدما من مرتبهم من البنوك وسلفا دراسية قد أصبه مدينينا لهذه البنوك غدا تنزول الرواتب سؤال آخر يختلف جزريا أن هذا السؤال يتألق بتهريب الأطفال القصر من مدينة ملكه عام 2014 وكذا من تانشليغرب عام 2013 طرها إلى وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر من النائب بانان أسئلة عديدة طرحت أولا إلى وزير المالية والميزانية انتقض بعض النواب فيها موقف الوزارة من إدارة هذه المسألة كما طالب البعض منهم الوزارة بأن تدفع الرواتب بانتظام أو بأن تقوم بإختار البنوك بعملية استقطاع المبالغ بأن لا يكون الموظف كبش فداء في رده الوزير أكد بأن الوزارة ستأخذ بعين الاتبار هذه المطالب وأن تعمله بأن لا تتكرر مثل هذه العملية المجحفة للموظفين أسئلة نقضية أيضا طرحت على وزير الأمن العام والهجرة أحمد محمد باشر حول عمليات إخطاف الأطفال ببعض المناطق وغير ذلك من أسئلة نقضية متنوعة لذلك فقط أكد الوزير في رده بأن البلاد وبحكم أنها وقعت على العديد من الاتفاقيات الأقليمية والدولية المتعلقة بحماية الأطفال فإن الوزارة ستقوم بمعاقبة كل من يقوم بمثل هذه المخالفات اللا إنسانية بحسب القوانين المعمول بها عموما أن نحل المشكلات التي يعانيها بعض الموظفين الذين اقترضوا من البنوك المحلية وكذا معاقبة كل من يقوم بتهريب الأطفال للقصر أمرا لعبود داني